نعم الوقف التام طبعا الوقف التام هو النوع الاول من انواع الوقف الجائز الايه الاختياري هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبينما بعدها تعلق لا لفظي ولا معنوي نقصد بالتعلق اللفظي اخواني التعلق من حيث الاعراب التعلق من حيث الاعراب يعني انتقف على فعل ولم يأتي فاعله او تقف على الفاعل وما جاء مين المفعول هذا شو اسمه تعلق اعرابي او بيسموه لفظي المعنوي ما في تعلق من حيث الاعراب بس المعنى ما لسا عم يتكلم عن نفس الموضوع هذا شو اسمه تعلق معنوي اذا اذا انتفت تعلق المعنوي وانتفت تعلق اللفظي هذا شو اسمه وقف تام يوقف عليه ويبتدأ بما بعده واضح مثل في اول البقرة عندنا اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم شو علاقة المفلحون بان الذين كفروا ما في علاقة لا من حيث المعنى عم تتكلم عن جماعة اخرين ولا من حيث مين الاعراب واضح اخواني فالوقف على المفلحون شو بنسميه وقف تام النوع الثاني الكافي هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبينما بعدها تعلق معنوي لا لفظي اذا النوع الاول لا لفظي ولا معنوي هذا الثاني تعلق من حيث ايش المعنى بس من حيث الاعراب يعني اللفظي ما في تعلق هلا لما نقرأ بالقرآن ان الذين كفروا سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله ما علاقة ختم الله مع قوله لا يؤمنون من حيث الاعراب ما في تعلق لانه ختم فعل ماضي والله فاعل مرفوع وعلى قلوبهم جر مجرور يعني كلام جديد لكن عم بتكلم عن نفس الجماعة ولا لا عن نفس الجماعة اذا التعلق المعنوي موجود ولا موجود موجود شو بنسمي لا كافي كافي يا ابني ها كافي الوقف التام لا تعلق لفظي ولا تعلق معنوي غير المغضوب عليهم ولا الضالين شو علاقة ما الف لا ميم اول البقرة ما في علاقة لا من حيث المعنى ولا من حيث مين هذا شو اسمه تام الآن هذا المثال اللي بين ايدينا ان الذين كفروا سواء عليهم عم يتكلم عن الذين كفروا ها اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ثم قال الله ختم الله على قلوبهم الكلام ما زال عن مين ان الذين كفروا ففي تعلق من حيث المعنى في طب من حيث الاعراب ما في ذلك الوقف على لا يؤمنون شو اسمه كافي يوقف عليه ويبتدأ بما بعده مثل مين مثل التام اذا الوقف التام والوقف الكافي يوقف عليه ويبتدأ بما بعده الحسن هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي وتعلق مين معنوي كلا التعلقين موجودين الا ان الوقف عليها يعطي معنى تاما يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده الا ان يكون رأس ايا يعني عندنا باول الفاتحة الحمد لله رب العالمين لو واحد قال الحمد لله ووقف كلمة لله الا علاقة برب العالمين من حيث المعنى الها طب الا علاقة من حيث الاعراب الها يعني التعلقين موجودين بس لما بيقول القارئ الحمد لله المعنى تام ولا متام تام مبتدأ الخبر الحمد لله انتبهنا لحنعيد هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعده تعلق لفظي ومعنوي الا ان الوقف عليها شو يعطي معنى تاما انتبهنا يوقف عليه يعني ان حبي القارئ يوقف يوقف لكن ما بيبدأ بما بعده يعني ما بيصير يقول الحمد لله رب العالمين ما بيصير انتبهنا وقفت وقفت لكن شو بتعمل ترجع لورا يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده الا ان يكون ايه رأس ايه في عندنا بعض الايات بعض الاوقاف الحسنة بعدها هي هي رأس ايه فيوقف عليها ولو كان في تعلق ايه لفظي ومعنوي وين في عندنا مثال لا بالفاتحة بالفاتحة لما انت بتقول الحمد لله رب العالمين الرحماني شلون عب تبدأ بمجرور الرحماني حدا بيبدأ بمجرور المجرور في شي جره اما ان يكون حرف جر او مضاف اليه او صفة تمام فالرحماني هذه الصفة لربي كيف نبدأ بمجرور ما الذي سوغ لنا نبدأ بمجرور كونها اللي قبلها رأس ايه فوقفنا على رب العالمين وبدأنا ايه الرحماني مجرورة الرحيم مالكي كمان نفس القصة مالكي بدأنا بمجرور ما الذي سوغ لنا ذلك كونه الكلمة التي وقفنا عليها قبلها رأس ايه اذا الا ان يكون رأس ايه كما نرى امامنا الامثلة بسم الله الرحمن الرحيم لو واحد قال بسم الله في مانع ما في مانع لكن في مانع يكمل الرحمن الرحيم هذا ما بصح ما بصح البدء بصح الوقف لكن ما بصح مين يوقف عليه ولا يبتدأ مما بعده شو بيعمل بيرجع لورا كذلك الحمدلله نعم كذلك يبين الله لكم الاية تعالى كم تتفكرون في الدنيا والاخرة في الدنيا والاخرة متعلقة بتتفكرون ولا مو متعلقة متعلقة ومع ذلك لنا ان نقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة كيف بدأنا فيها ها لانها رأس ايه بس بدي ايه لكم على شيء يبدأ بها نعم لكن بدء اضافي بدء اضافي شو معنات بدء اضافي يعني بتكون انت عم تقرأ من قبل هذه الاية عرفت وصلت لعند لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة ويسألونك عن اليتامة الاخرة ما في اشكال او وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون كمان ما في اشكال هذا اسمه اخواني بدء اضافي شو معنات اضافي يعني مضاف الى ما قبله يعتمد على ما قبله لكن مو تكون عم تصلي امام وتقول ولا الضالين اللي وراكي يقولوا لك امين تروح تقول لهم في الدنيا والاخرة بيلولك بعد الصلاة ليش كاملت بتقول لهم بجوز البدء في لانه رأس ايه لك بجوز البدء في اذا كان ايه بدء اضافي بدك تجيب معنى الواحد لما بده يقرأ في مجلس ولا في ملأ ولا امام بده يجيب بده يجيب ايوة معنى متكامل انتبهنا ما يفوت على قصة على قصة من القصص من نصة عرفنا شلون مرة صليت بجدة ولا الضالين قال الامام الله لنا امين ما شوف لك يا غير قال انني انا الله لا لك شو في خير ان شاء الله شو شو تحكي لنا لصة من اولا يا اخي قول وهل اتاك حديث موسى خير نفهم شو صار هيك على طول انتبهنا يعني دائما الواحد بده يجيب معنى متكامل امام الملأ ما يجيب قصة ما ينعرف خاصة يعني عامة الناس قد ما يعرفوا شو الموضوع جيب معنى متكامل الوقف القبيح شكرا 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 شكرا